طابت أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم دمتم أوفياء لنا ودمنا في خدمتكم بدون تحفظ في عدد جديد أهلا بكم طفل يفتح عينيه على والده وهو يصف أمه بأقبح الصفات طفل لم يسمع في حياته كلمة طيبة من فم والده تجاه أمه والعكس صحيح زوجان يخضان معارك طاحنة بأبشع الألفاظ بالسب وبالشتم أمام أعين صغارهم أباء يضربون أمهاتهم أو أباء يضربون أمهات أطفالهم أمام أعين براعمهم أباء يتحرشون جنسيا ببناتهم ماذا ننتظر من هؤلاء الأطفال مستقبلا؟ ما ذنب الأطفال في مشاكل الكبار؟ لماذا نلوم المجرم عندما يقتل أو عندما يتحرش أو عندما يقتصم؟ لماذا نلوم الشاب عندما يتناول المخدرات والحبوب المهلوسة أو المهلوسة؟ وهو لم يعرف في يوم من الأيام لحظة حنان من والده أو لا يتذكر يوما من الأيام نادى فيها والده والدته باسمها أو لم ينم يوما وهو صغير نوما هادئا بسبب معارك الوالدين أو لم يعرف أصلا أحد والديه خمسمائة ألف طفل وتلميذ يتسرب سنويا من المدرسة كل هذا والكل صامت وإن رانا رايحين مشاهدين في هذا العدد من بدون تحفظ وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي صادفنا في هذا الأسبوع نفتح النقاش في وضعية الأطفال داخل المنازل في ظل مشاكل كبيرة بين الوالدين وتأثير هذه المشاكل على الأطفال وارتكاب الأولياء جرائم في حق أطفالهم وأسعد باستضافة حكيمة شبلال أخصائية نفسانية عيادية أهلا وسهلا بك دكتورة مسعودة حاجي رئيس التنجة مكافحة الأفات الاجتماعية بين المتمدرسين بمقاطعة الرويبة أهلا بك والأستاذ عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحقوق الطفل أستاذ عرعار أهلا بك أهلا بك شكرا مشاهدين نبدأ النقاش مباشرة مع الأستاذ عرعار أستاذ عرعار رك في وسط الأطفال رك غارق إن صح التعبير غارق في حقوق الطفل ومشاكل الطفل اختفاءات اختطافات مشاكل متعلقة بالتحارف الجنسي بالاختصابات بالجرائم على كل أنواعها ولكن كل حاجة تنطلق من البيت من الوالدين في رأيك هل في الجزائر اليوم كل ما نعيشه هو نتاج مشكل بين زوج وزوجة مهما كان هذا المشكل ولم تتم متابعة أحدهما أو متابعة هذا المشكل وحله ما تفاقم وأنتج لنا منظومة متكاملة من الإجرام نعم شكرا أخ ياسر أولا على الموضوع لأنه مهم جدا لازم نعرف بأن الطفل حسب التشريع وحسب الاتفاقية الدولية هو كل إنسان أقل من 18 سنة يعني ثقافة أنا الطفل أوليدي ندير فيه واش نحب لازم تزول هو إنسان كيان له أحاسيس له تعبير له أراء له تصور لازم نحترمه الخلية الأساسية لحماية هذا الكائن الحي للاتفاقية الدولية كرست كل الحقوق بش تحبه بداية من الحق في الحياة إلى الحق في الإسم إلى ما جاء في 54 مادنة لكن هذه الخلية الأساسية هي الأسرة ولهذا من الأليات الأساسية في حماية الطفل هي الأبوين الأسرة لأنه يبدأ فيه مسيرة الحقوق واش تبدأ لما يقرر الطرفين يكون عندهم ذراري تبدأ مسيرة الحقوق ويبدأ الاحترام وتبدأ الألية تدخل يعني حتى الأم لما تكون بالحمل لازم نحميها لأننا نحمي في الجنين نحمي في الطفل اللي راجعي للحياة اليوم الجزائر أقل من 13 سنة أقل من 18 سنة عندنا 13 مليون طفل يعني مننا 20 سنة نتصور ماذا حال يكون عدد هذا الفئة أقل من 5 سنوات اللي هي مهمة جدا عندنا 5 مليون طفل في الجزائر الاستثمار الحقيقي في حماية اللي هي لأن الطفل عنده 4 سنين اليوم ونحن في 2016 مننا 2035 يقول له عنده حق الانتخاب يعني 18 سنة يعني مواطن هذا إذا كان ما نحميهش ما معنى نحميه نحميه لما يكون في خطر الأب يسيب يمه معناه أنك رك تخبش في الأخلاق تعد طفل رك تعطي له الصورة السيئة وهنا القانون تكلم المادية 2 لاحب في حماية حقوق طفل إذا كان الطفل أخلاقه معرضة للخطر صحته للجانب العقلي تياه للجانب النفسي للجانب الأمني تياه للجانب النمو تياه في خطر الدولة تتدخل وللأسف اليوم كوالد تصرع داخل الأسرة الجزائرية كيف الدولة تتدخل وكيف تتدخل والكوالد هذه حكيمة شبلال أنت أخصائية نفسانية عيادية ربما أكبر مشكلة لدى الأسرة الجزائرية هو مشكل الصدمات النفسية الاضطرابات النفسية التي تؤثر على السلوك سلوك الطفل حبيلا نعرف أهم المشاكل التي يعرفها الزوجين يعني بيناتهم والتي تؤثر بشكل كبير على الطفل وفيما تؤثر أولا شكرك على الموضوع لأنه موضوع كتير حساس إحنا ما نقدرش ننكره بالعلاقة الزوجية تدخلوا من المشاكل بل أي كوالد يكون عنده مشاكل زوجية وهذه المشاكل تؤثر بنسبة كبيرة عن الأطفال خاصة أنها تكون أمام الأطفال معظم المشاكل تكون خلافات كان فرق بين الخلافات وشيجار إذا كان الخلاف الخلاف هو يكون بالحوار إذا كان بالحوار هي حاجة مليحة للطفل يكون بالحوار لأنه يتعلم الحوار من الولدين لكن إذا كانت بالمشاكل بالمشاكل الحق الأيدي والضرب وهادي الطفل لا يتعلم والوهن هل يخرج عدواني يعني أنت في رأيك حتى ثقافة الحوار لا يكاش في الأصلاة الجزائية ينسي ثقافة الحوار لا يكاش بين الزوجين بين الأطفال يكون عندهم مشكل حوار بين أقدم الأطفال هذا ليس يأثر في الطفل لأنه يتعلم الحوار يكبر بطريقة هادئة لكن إذا كان بالشجار والضرب ويلحق للأيدي وكامل هل يتطر سلبا على الطفل وهذا هو موجود في المجتمع بكثرة بكثرة هذه من جهة من جهة أخرى ونحن ما عندناش زماء أماكن عندنا غرفة غرفة على الوليدين غرفة على الوليدين نومال موطمان تكون الحلول على المشاكل على الولدين نومال موطمان يتطل الولدين يتطل ويحلو المشاكل بينهم هذا من جهة يعني لا يبينو الأطفال بأن هناك مشكل لا يبينو لا يبينو بوصي لا يبينو بأن هناك مشكل هناك مشكلة في الجزائر كبير وهو أن الأب يشكي من مرته لابنه والأم تشكي من مراجلها لابن تقولها هل يقولها هل يقولها هل يحكم بناتهم صح يكون مشكل بناتهم لم يكونوا في الدار يسنهم يدخلوا لأم تحكم بنتها إذا كانت كبيرة تقرأ لأم تحكم بنتها وتقولها هل يحكم بابك ويحرش على إماهم ويحرش على أخوالهم على عمومهم هذا سيولد عدوان في نفسية الطفل يولد كره الترسيل قراش ملاح نحن نشد الطفل نحكي معه نلقا بالطفل عنده قدرات عنده دكاء تلقا متازن مجددا نحن نستدعي الأهل ندخل للمكتب لأهل نستدعي ونهضر معهم تلقى المشكل لا يوجد في الطفل المشكل في الولدين سواء في الأم أو في الأب تلقى المشكل في البيت المشكل بينه ونحكي لك لدي مشاكل مع الزوج تاعي لدي ما تفهموش لدي مشاكل بالك في الجانب المالي بالك عندهم مشاكل في الأسرة ومشاكل في الساكن هي لديها مشكل معمالية ومشاكل مع عجوزتها أو مع بابه أو بعد هذه المشاكل لا يتعالجوش بينها وزوج ها ولا بينها وفاميلة الزوج لا لا يتعالجو قدام الأطفال وكما نحن تحرش أولادها وتخلق لهم يولي الطفل أو التلميذ إن صح التعبير هو شريك في هذا المشكل كأنه ورحم الزوج يخمم في المشاكل تعييمه وبابه وقتشح يكون عنده الوقت باش يقرن يكون يخمم في مشكل تعبابه ويما تلقاه شارد وبعد تذهب للأم تسقس عليها في المدرسة تقول لها الأستاذة وليدك شارد دائما شارد ما ينتابه ما يركز بصح وراه المشكل الأساس تعال المشكل كل أمتاز أستاذة مسعوداء أنت كما نقول وراك قريبا بزاف الوسط المدرسي بحكم اللجنة الإقطاعية لكن ربما قبل نروح الوسط المدرسي قضية قضية أسرة وما نقول قضية أسرة قضية زواج يعني الآن أغلب مشاكل الموجودة بين الزوجين التي تؤثر على الأطفال هي مشاكل ربما من خلافات لم تكن موجودة قبل الزواج وهو بعد ذلك وهذا ما يدل أن الزوجين لم عندهم تقافة الزواج تقافة تكوين أسرة تقافة التعامل مع الأزمات الأسرية لماذا هذا الشيء نقصنا في الجزائر هل هذا راجع لقياب هذه القضية في الجامعات في المدارس لم يكن أجهزة تكون على هذا الشيء لم يكن استشاريين يذهب إليهم في قضية الزواج هل هذا راجع لطبيعة الإنسان الجزائري اللي هو طبيعته إنسان شوية عنيف وشوية قاسي على المرأة المشكلة لين بسم الله الحمد الرحيم شكرا على هذا الموضوع الأخ ياسر والله بالنسبة للمجتمع الجزائري هي الأسرة هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع بشتبني أسرة على الأقل لازم يكون تفاهم وحوار بين الزوجين أنا نظن بالاختيار الزوج والاختيار الزوجة لازم يكون قبل الزواج لازم تكون فطرة للتعارف بين الرجل والمرأة وهذا ماهوش عيب بالعكس نحن نتفادوا مشاكل رح يقعوا فيها بعد الزواج نحن نشوف هذا غايب في المجتمع نتاعنا الجزائري على أساس العادات والتقاليد وما لازمش تتعرف عليها قبل الزواج ولازم هذه الذهنيات وهذه العقليات خلقة ترصوبات نلقاوها بعد العلاقة تع الزواج كيتم هذا الأمر اللي لازم نتخلصوا منه أنا نشكرك على الحصة هذه لأنه فعلا إذا رك حطيت يدك على الجرح نحن فعلا لازم نبدله الذهنيات والعقليات اللي راها تخلق كوارث ثم بعد نحن نشوف بأنه الطفل هو عبارة عن عجينة تشكلها كما حبيت والشخصية نتاعه تبدأ تتكون شخصية الطفل من خلال العلاقة بين الأب والأم إذا كان هذه السلوكات اللي مهيش مليحة تكون قدام الأبن يعني تحصيل حاصل رح نخلقوه يا إما معقد نفسيا أو معقدا أو بنت معقدة نفسيا إذا كانت البنت يعني تشوف السلوكات تعلق الأم تحمى الأب تحمى نحن 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 نحمله غير الراجل بك ما هو شمليح حتى كين نساء ثاني زوجات وراني مرأة مسؤولة عن كلامي كين زوجات ثاني نفس الشي بلك يكون الراجل المليح نحن مرأة ما هو شمليحة على هذا الأساس وشنا نطلبه نطلبه تغيير الذهنيات من خلال الإعلام من خلال مختصين نفسانيين من خلال نحن نحن في اللجنة القطاعية تحدثنا مع مستشارين أخصائيين على مستوى المدارس حكونا أمور يعني من بينها طلعت الأخارعار يعني أمور خطيرة جدا مثلا مثلا كينة قضية أب تعدى على بنته يعني وما قدرتش الأم علمت بيها من خلال أخصائية عايتطلها رحت للمؤسسة الطربوية عايتطلها هدرت معها بصح لحد الآن المشكل قائم ما تقدرش هذه الأم تصرح بهذه الجريمة ما الطفلاء ثاني نفس الشي الأب انتحها الأخصائية نفسانية هذهك ما عندها شي عبارة عن مستشارة طربوية في مؤسسة طربوية قلت لك أنا كي نتكلم رح نحاسب قضائيا يعني محبوش تروح القضية للعادلة أصلا والطفلة الخوف أنت رحت لي جريمة الأب ضد الأطفال أنا كنت حاب نتناولها في الجزء الثاني ما عليش لكن مادم قلت هذا الموضوع إذن الآن الطفلة راهي كل يوم تشوف المزرم قدامها يوميا عايش معها المزرم لهو ما باعها هو تحرش بها جنسيا أو أتدعى لها جنسيا كيف سيكون مستقبل هذه الطفلة هذا الشي اللي طلبتوا منه يعني اسمح لي كنت في الحصة تعبدون تحفظت على المخدرات كنت جبت فيديو جاز في هذا كل اللقاء العلني المستشارة هذه الأخصائية الطربوية في رويبا للمؤسسة هذه الطربوية ناضط بكل صراحة بس كنت شافت قاضي تحقيق تعالى الأحداث كان معنا صرحت قالت أنا كإخصائية وش نقدر ندير هذرت معا قاضي تحقيق قلت له أنا مش نقدر ندير وش جاوبها قال لها المتضرر يتاجه للعدالة ويرفع قضية أو شكوى بالاعتداء هذا الشي اللي ما يصرعاش ما تقدرش البنت ما تقدرش لأنه احنا ربينا الأجيال على الخوف ربيناهم على الخوف ما ربيناهم مش على الصراحة احنا نظرك أي واحد يتاجه للعدالة مع ذرة يتاجه للعدالة رح يقول له تسطرت على جريمة وقتشرت هذا الجريمة حدد لي تاريخ الجريمة كي يعطيه تاريخ الجريمة مثلا فتعليها شهر أو شهرين تعتبر متسطر على الجريمة هنا الخطر الكبير رح يعاقبوه لأنك سكت من هذا الوقت وانتساكت لحد الآن معناها مرت فطرة زمنية عن جريمة وكنت ألميها بالقفلة هذه اللي تشوف باباها المجرم أتدع عليها كل يوم تشوف دار هذا هو الشيء اللي حبينا نوصلوله لازم نكسره حاجز الخوف لازم نربي ولدنا على الجرأة على الصراحة الأب والأم لازم يعودوا الإبن انتحهم على كل المواضيع يعني يتحاولوا معهم في كل الأمور لازم تكون صراحة باش تخلقوا فيه الجرأة إذا الصراحة مكتبين والديك فاشح تكون بينهم بالأطفال أهنا المشكلة طيب تفضل سيارة أهنا نرجع للمشكلة لا لازم نعرف لأنه إذا مشينا إلى الحالات إكسترام في الوضعيات الغير قانونية اللي يعيشها بعض العائلات وغم أكثرها نتيجة صراعات ونزاعات ويستعمل الأطفال كآدات لتسفية الحسابات حتى داخل الأسرة لكن الملاحظ أنه اليوم في الجزائر كهنا نبيت بوفوار وتقاسم الأدوار مهوش إيتي لبري داخل الأسرة وهذا ما يخلي الأطفال في حيرة من أمرهم ويتم استغلالهم في أي لحظة من اللحظات تغضب لحظة من اللحظات تغعنف يكونهم الضحايا للأسف لهذا اليوم قضية إبعاد الأسرة أو مش إبعاد هي لبعدة نظر التحولات وكذا كل شيء على القيم لبنية عليها المنظومة الاجتماعية في الجزائر المنظومة الاجتماعية في الجزائر اليوم ما عرفاته من ضربات الأنفكتي في علاقتها لهذا اليوم نشوف نسبة التضامن داخل الأسرة الجزائرية نقصة واتجه الجميع إلى الشق المادي أنا وليدي لازم نوفر لكذا ووفر لكذا إلى آخره ولكن قضية العلاقات ننسوها لأن الفضاءات التي يكون فيها التشاور والحوار والصنع القرار داخل الأسرة وخارج الأسرة والآليات التي تساند الأسرة غائبة للأسف لهذا لما تصرى مشكلة كما هذه نبقى حائرين وش نديرو كيفاش نتصرفو كيفاش نخرج طفل ولا البنت من ضائرة الخطر هذا ما كاش قاعدتك في الجزائر للأسف إلا إذا ما تتحرك الدعوة العمومية إلى آخره بعدها كيفاش ما صير أنت أسألت على ما صير البنت ما صير البنت عندما تمشي للإجراءات القضائية والإجراءات النفسية بعد واحد ما لابلوا بالبنت وهو المشكلة آخر لهذا اليوم لازم نرجع في حساباتنا ونرجع أولا للقيم والمبادئ اللي رأينا نشأ لهالأسرة الجزائرية لكن هناك إشكال كبير سيد عار الإشكال هو أنه الأب اللي نحن كنا نتكلمه في الموضوعنا عن مشاكل الزوجين وتأثيرها على الأطفال ولكن لما ننحك أنه أب يعتدي جنسيا على بنته نبقاش نحك على مشاكل والدين لأنه نحن عندنا إنسان مجرم الإنسان لتدى على بنته قادر يقتل مرته يعني هذه بنته اعتدى عليها جنسيا المرته ما نقول لك شح يدير فيها ما أكثر الحالات كما هذه نعم ما أكثرهم زين المحارم في الأسرة الجزائرية للأسف لكن لما اعتدوها على البنت الأم وين كانت يعني هنا مشكل والدين مشكل والدين ولكن الإشكال إيشكال أنه لا يوجد جهاز انذار عن خطر أطفال داخل المنزل وهذا ما يسمى بجهاز اقتحام أسرار العائلات في إطار قانوني من طرف مختصين نحن كانت عنا غير سيشتون سوسيال ومكاشا فوركا على مستوى البلديات والمجمعات السكانية إلى المؤسسات إلى آخره نعم جمدت طبعا فمشكل اليوم في الدول المتقدمة الأسرة هي النواة الأساسية للتنمية فمحاطة بكل المحترفين وفي أي لحظة قادرة يطبط بمجرد وجود مؤشر على الطفل في المدرسة عند الطبيب في الروضة في المسبح في الملعب باللي في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة يتضربوا على النفقة يتضربوا على حق الزيارة أنا جوني حالات أب عنده ثمان سنين ما شرفت بنته أم عندها خمس سنين ما شرفت بنتها عليها بس يتضربوا يستعملوا الأطفال والسلطة اللي تدير ليكيليبر وتنصف الأطفال في حقوقهم للأسف ما قدرش تواجه هذا الصراع وهذا هذا التصادم داخل المجتمع لهذا لازم نعاود كل أليات ممتاز جدا حكيمة هذه قضية الجرم ضد الأطفال والجرائم في رأيك أنت كأخصائية نفسانية نعكستها على الطفل كيف ستكون هل تنشئ لنا إنسان مجرم مستقبلا يحب أن ينتقم هل تنشئ لنا فتاة مجرمة تريد أن تنتقم ما تأثيرها على السلوك على الأداء الوظيفي على التفكير على دوره في المجتمع على حتى الدراسة على حتى ربما حياته حياته الطبيعية هل طبيعيا يصبح سوي متوازن أم يصبح ربما تخرج لنا إنسان شاذ بالفضلي بالطبع يخرج إنسان شاذ إذا كنت نحضر على الجانب تاع الإجرام كنا بزاف في جانب بين الأولياء بين الأولياء بين الأولياء من بين الجوانب الأولياء الجريمة ضد الطفل يعني مشكلة بين الزوجين يتأثر به الطفل أنا لما نقول لك أب يسب مرته قدام ولده أو أم تسب رجلها قدام ولدها أو بنتها أكيد طفل المنش يطلع عادي يطلع لك طفل معقد أو طفل مضطرب كما قلت يشارد الدين في مدرسة لكن لما توصل أن الأب يعتداء على بنته وما تبقى الآن نفسيته فهي تكون طفل هذا بالطبع كما قالت الأستاذة هذه الظاهرة تعتبر هذا الاعتداء الأب على البنت تعول حتى سمعنا بالله كأن اعتداء الأخ على أخته وتسطروا على هذه الجريمة حالتك مهدوما متسطرين عليها لكن يجوكم ماذا يحاوسوا عندكم تأتي بصراحة عليها تجي عند الأخصائية نفسية لأن النفسية مدمرة تجي تجي مع الأولاد تحاوس تحكي لك تحكي لك تتصب نباب أولا تجي فهي تقول أنني مليحة مقلقة عندي مشاكل عندي هذه ومع الوقت تريد تعرف المشكل لا هنا المشكل لك هات الطفلة سيعتدع لها بابها وإخوها وإنها عايشة داخل أسرة مفككة أسرة محقورة فيها مع الوقت تريد تعرف لك تريد تعرف انت ومع بعد كيف تبدأ تنصح فيها لازم تستدعي الأولياء تحا باش نعرف تحكي صح لازم تكون جينيكولوج لازم تكون معاملة مع جينيكولوج كيف نبدأ ونعرف هذا نقول استدعي لأب تاعك مثلا إذا كانت مع الأب إذا كان الأب هو الذي يعتاد عليها نقدر نقول استدعي الأب لك يجيب الأب لك لا تلقى هم جاي عندك جاي عندك بالسطرة لا يعرف مليجات عندك طفلات تخبي تقول لك باسكو للي بارون طعيم على بل هم شو باللي يجيت أو لا بسحلوفات تقول لها تجيب الأولياء معك باش نعرف الحكاية كيف كامل لازم نعرف كل شو كين في المنزل حتى هذا الأب كيف شعش طفولة وكيف تلحق باش تعتاد على بنته ولي يعتاد على إماها ممكن الأب لديه عقدة في الطفولة لا نحكم لأنه مجرم باسكو يحب يدرها لا يجب أن يجعل الطفولة على الإنسان لأنه حياته كيف كانت في الأول لنقدر المكامل بموضوع بالآسف لم يقوموا بشيء بشيء يخاف من العار يخاف من العار يخاف الفاضيحة المجتمع لم نتعلم ونحكي وعلى وشي سرى لنا كل شي يجب أن تكتم ونحن تهدر ونحن تقول شعيب بالك نستسمع الجير أن يسمع لا لا أو لا وتوجه لدينا المرأة هي الفوتيف سواء كانت هي أو لا قدرتها بسح توجه المرأة بلينتية الفوتيف بالك باسكو لديت لبس لبسة مصطورة في الدار بابك توجه المرأة دائما هي في قفص الاتهام أقولك فضيحة يخافهم فضيحة نعم يخافهم فضيحة يعني يخلي بنته يهتك يعني عرضها وهي تشوف في بنتها ومتساعد فضيحة معذرة ياسر فقط أنا عندي توضيح لو كان أي شخص يتعرض لهذا الموقف يعني ويصرح به وتكون جهات يعني مختصة تحتوي هذا الشي في سر يعني طيل كتمان رح نلقا حل صح تروح تديه المحكامة ناس قاعد يشوفوا فيه باللي هاولي كل أب اعتدى على بنته كين جيرين كين أشخاص موش قضايا مثل هذه تعالج بسرية في جلسة مغلقة بسرية في الجلسة السرية ولكن اسمح لي قبل ما يديروا جلسة سرية قبل ما يعلن القاضي على أنه كينة جلسة سرية أوتوماتيك مش شاف المتهم مش شاف الضحية وراء المشكل المشكل أنه مشكل أنه أنا جبت حق بني المشكل أنه الحق هذا اللي رك تهدر عليه يتهضم بمجرد أنك متوفر له وش حماية وفر حماية البنت هذه البنت هذه مبعد كي تقول تصرحها والأب بنتها يتعد عليها وش ما صارها مبعد وش هو ما صارها كي ما قال الأستاذ هل هذه رح تلقى مستقبل وتعاود حياتها وتبنيها على أساس سليم وكأنه حاجة مصراتش أكيد لا المجتمع ما يرحمش خاصة المجتمع الجزائري ما يرحمش لأنه قلت لك العقل تربينا على الخوف عدم المصارحة ما كاش حوار والأسرة هي الصح الأب والأم وين تبدأ قلت لك تبدأ اختيار الزوج والزوجة قبل العلاقة الزوجية إذا كان اختيار الأم اختيار الأب الزوج والزوجة قبل ما تنشأ علاقة زوجية قبل ما تقوم العلاقة الزوجية قبل ما يكونوا الأولاد بس كل الأولاد من بعد تحصيل حاصل تكون الزوج يختار الزوجة الصالحة والزوجة تختار الزوجة الصالح تكون علاقة تفاهم حوار معرفة شخصية يعرفوا بعضها ممليح ويكون الأساس انتحهم بين الأولاد قدام الأولاد تكون مبني على أساس صراحة والحوار الحوار لا يوجد هذا هو ثقافة أخرى روح الفاصل مشاهدنا فاصل ونواصل في بدون تحفظ حول تأثير مشاكل الأولياء على الأطفال وجرائم الأولياء ضد أطفالهم فلا تذهبوا بعيدا